موسيقى موسيقى صباح الخير عليكم أزاني المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا فيها حاجة حلوة مع السارة زكري حلقة النهاردة هتكون عن الديكور أنا بصراحة حبيت مجال الديكور قوي لقيت فيه مهما تتكلم محتاج حلقات كتير جدا عشان تغطي كل تفاصيله النهاردة بقى هيكون معنا حد بيتكلم عن الإبداع الإبداع بكل تفاصيله مش بس إن أنا أفرش البيت ونصق القطعة بتاعته وإزاي خلي الألوان متوازية مع بعضها لا ده أنا أستغل لأقل مساحة وسطيس في البيت كل سنتيمتر مربع أطلع منه طحفة فنية هيكون معنا النهاردة مهندسة مربط عبدالعليم من شركة A to Z وخصوصا فرع أليمت أهلا بحضرتك أهلا بيك يا سارة شكرا على المقدمة الجميلة اللي أنت وتيها دي أنا مهندسة مربط عبدالعليم أنا مهندسة مع مارية هندستين شمس حياتي كلها قدتها في مجالي في نفس شغلي شركة A to Z شركة بتقوم بـ Design and Build يعني بناخد المشروع من أول قطعة أرض لحد ما نسلمه تسليم مفتاح للأونر بتاعه احتكينا بأننا في الديكورات أننا نعمل قطعة خاصة جدا مش نشتري قطعة نعملها وننفذها للأونر بالسبسيفيكيشن بتاعته فيتنج لسبيس بتاعه وده اللي شجعنا نعمل البرانش جديد بتاعنا اللي هو برانش ألمنت يعني ألمنت فرع من فروع شركة A to Z مضبوط وألمنت مختص بأنه بيقدم ألمنت to add beauty to your space تجمل مكانك ألمنت مش جالري بيبيع قطعة ألمنت مكان بيقدم service يعني الكلينت بيجي يتفرج على الحاجة حتى لو الحاجة عجبته as it is اللي هي في الشوروم عندنا بنطلب منه معلومات عن المكان اللي هو هيحطها فيها بتدرسوا حالة يعني بتطلعوا حالة لا وكمان لو عنده صورة للمكان اللي هيحط الحاجة فيها بالفوتوشوب بنحطها له بالديمانشن بتاعها بألوانها في مكانها بحيث أنه يبقى شايف تصور لها على الطبيعة فيقدر ياخد decision هو متمن ولو الحاجة دي مش setting the client ولا fitting space بتاعه بنقدر نقدم له service يعني مش مناسبة للمكان اللي هتحط فيه بالزبط كده ومش مناسبة كحجم أو كلون بنقدر نسمم له القطعة اللي تناسب مكانه وننفذها له بشكل يناسب مكانه بالزبط طيب حضرتك تنصحي ايه؟ يعني أهم النصائح كده اللي بنقول عليها الكابسولة أو إن حضرتك لو دلوقتي حد بيجهز بيت أو بيجدد حتى في بيت قديم تنصحي بيه يطلع بأفضل شكل ممكن ويستغل كل مساحة ويغير شكل البيت تماما يعني تمام مش مجرد بس ديهان تمام تمام مزبوط بس هيك هو فيه تلات نقاط مهمة لو هنقول بيجهز بيت من أول وجديد أهم حاجة إنه يختار عدد قطع الأساس وحجمها يناسب الفراغ بتاعه فيه ناس ساعات بتعجبها كانابا ستايل مودرن أمريكي بحجم كبير ويبقى الليفينج روم بتاعته صغيرة صغيرة فالكنبة بتخلي الليفينج روم تبان أصغر والكنبة ما بتبانش بشياكتها والمكان بقى خلص ديه بالمكان والكنبة كمان بتفقد شياكتها فأول حاجة يعملها إنه لازم يختار قطع أساس حجمها وعددها مناسب للسبيس بتاعته عشان يقدر يستمتع بشكل الأساس وبمساحة السبيس نفسه الحاجة التانية الألوان كلنا بنحب ألوان معينة لما بنجي نلبس غير لما بنوضب بيتنا مضبوط لأن كل لون له أثر نفسي على المستخدم بتاع المكان يعني الألوان اللي بنختارها لغرفة المعيشة لازم تكون ألوان بتدي طاقة ونشاط زي إيه مثلا؟ زي درجات الأخضر درجات الأورنج والأورنج مش لازم ناخده بمفهوم الأورنج أورنج سريح أورنج سريح ممكن يبقى السمان والأخضر ناخد المنت درجة الأخضر الـ ومش لازم تبقى الليفين كلها نفس اللون ممكن أخد حيطة تعملي ريفراشمينت وبقية الليفين تبقى جري تبقى بيج عشان تماتش الفيرنيتشر بتاع ما هو دهي حليني أسأل حضرتك دلوقتي النظام اللي طالع مثلا السيمي مودرن أو الحاجات المودرن بتلاقي الأسود الرمادي ممكن تبقى الركنة جري مثلا والحيطان كلها أبيض فتحسين أنه عارفة مصمت عشان كده بقول لحضرتك ممكن يعمل حيطة واحدة يعمل عمود يعني يختار جزء من الغرفة يبقى اللون فرش يديره طاقة الألوان اللي تدي طاقة ودفء النبيتي والأحمر والتوبي الألوان اللي بتدي هدوء شوية الرزات الموف الرزات والموف والبينك والبينك والبيني بلوت ده بنات لا وقود نوم البلو نفسه فيه درجات منه تنفع للولاد بس هي درجة اللون يعني الأزرق لو زودتي الأحمر اللي فيه بيقلب على موف بيقلب على بناتي شوية لو قللتي وديتي له شوية أسود بيقلب جراي على لبني شوية يماتش ولد بس بتدي شوية هدوء فبتماتش قود النوم أكتر يعني نتكلم على ريسابشن عشان ما جددش كتير باخده نوتر كالر اللي هي الألوان اللي ملهاش فصيلة البجات الرماديات الأوف وايت بحيث انه يماتش الفرش ويماتش الوقت مع اختلاف هاي كيف أنه أحسن أشتري الفرنيتشر وبعد كده أعمل الديهانات عليه ولا أعمل الديهانات الأول وبعد كده أشتري العفش حضرتك حسب أنا لو بنق الفرشي من مكان لمكان فأنا عارف الفرش خلاص فبقدر أزبط الألوان بتعتي على الفرش بتاعي أعمل لو أنا بوضى ببيت ولسه هدور على فرش عادة الناس بتاخد ألوان هادية ألوان زي ما بقول لحضرتك بيسموها Earth Colors Natural Colors البجات الرماديات الأوف وايت وبعدين بعد ما أجيب فرشي أبتدي أغير حيطة في الأودة دي أحط هنا حجر في الحيطة في الأودة دي أعمل Wool Paper في الحيطة دي مش إن أنا أدهن البيت كله هل ال Wool Paper عملي؟ في أنواع دلوقتي ممتازة وشبل وضد الحريق ولو المادة اللاسقة بتعيدها مادة نوعية جيدة ما بتقلقيش على ال Wool Paper بيقعد معاك سنين ما بيحصلش منه أي مشكلة بيبقى تمام طيب قبل ما ندخل في إضافات إلمت المميزة والمفيدة جدا خلينا نتكلم أنه في حاجات معينة كده أكيد بتفرق مع كل مشاهد أو كل عميل دي حضرتك لازم بتنصحي بيه بسي حضرتك دايما بقول إنه مش لازم أمل بيتي كله حاجات لأنه لو أملت البيت كله حاجات ألبت جالري متحف بالضبط ما ده يخليني أقول لحضرتك إنه فيه ناس بيبقى عندهم حب اقتناء مثلا أنا شايف إنه المكان ده لو تحط فيه بزوات كتير قوي بشكله حلو لو تحط فيه قطع دي كوريد أنا جايبها غالية جدا دي قائمة بسي بتفقد بتفقد قيمتها وبتخلي دنيا بقت زحمة بقى بقى متحف بقى جالري داخلي فعادة يعني بنصح إنه ما نبلغش في الحاجات اللي إحنا بنحطها زائد إنه نعمل ميكس من الحاجة يعني ما قلبش لو هنتكلم على ريسابشن ما قلبش الريسابشن ده كله لوحات زيتية وأكريليك ورسومات لازم أعمل ميكس ما بين قطعة متل آرت على قطعة على حاجة بينتد على جزء لمبادير إضاءة بس بيس فني وأعمل ميكس من حاجات كتير والبلانتس أو الزرع أو النباتات بالزبط كده ولها وتأثير والدوق النور جايلي منين وإزاي وبيديني شايد إزاي الدوق ده بيعمل عنصر جمالي ممتاز لأي فراغ لو استخدم استخدام صح الحاجة التانية دايماً بقول للناس بيبقى عندك لقطة كاتشي يعني ما بتيجي تدخلي ريسابشن في الحيطة دي هي دي أميز حيطة عندك هي دي الحيطة اللي بتاخد العين فدايماً هي الحيطة دي اللي نهتم بيها حتى لو الباقي هنحط فيه بيس بس هي الحيطة دي اللي هتاخد العين يعني فيه كلاينت إحنا كنا عاملين له الفيلا بتاعته أول حيطة بتشوفيها أول ما تدخلي من المدخل بتاعه الحيطة الدابل هايت بتاعت السل عملنا له تصميم لأبليكين الأبليك ارتفاعه تقريباً 2 متر وربع ارتفاع الأبليك نفسه 2 متر وربع لأن هي حيطة دابل هايت بالزبط كده والأبليك معمولة ديزاين بتاعه إحنا اللي مسنعيه وهاند بينتت بيقول لي أي حد بيجيله هو هعمل شيء وشويات في فليته بس أي حد بيجيله أو الأبليكين دول هما نقطة الجزب بتاعك عشان دفعاً مميز يعني فيه حاجة مميزة مش مكررة في اللقطة اللي بتشد العين دي أول لقطة عينك بتوع عليها أول ما تدخلي بعد كده طول ما الناس بتتفرج هي دماخها مشغولة بالحيط الصح صح فيختار المكان اللقطة الصح وهي دي اللي يعمل لها قطعة صح دايماً دي اللي هتعلق في ذهن الناس ودايماً دي اللي هتدي إمبكت عن شياكة بيته وجمال مكانه أكتر من أنه يحط كميات كتيرة في كل حيط صح ما ده بي خلينا برضو نقول أن أنت باع الأول بيدهم يعني أنا أول ما بيشه دي تابع الأول بالزبط طيب خلينا بقى نتكلم في الفرعب لأيلمنت مخصوص عايزين نعرف أنا عرفت أن أنت ما بتكرروش قطعة خالص بالزبط كده مزبوط كلمين عن النقطة دي بس هيك ألمنت زي ما كنت بقول لحضرتك هي مش جاليري إحنا منقدم سيربس فالسيربس دي أنه يعجبه حاجة من الديزاين عندنا وكل الديزاينز اللي عندنا وان بيس ما فيش حاجة بتكرر كطعة واحدة بس ما بتتكرر وحتى الحاجة اللي بتكرر بنبقى قيلين من الأول أن دي تو بيسس دي ثري بيسس وبيبقوا فرقين عن بعض ما بيبقواش تابعا لأنه هم هاند ميد هاند بينتد والإيد الواحد لو لوينت حاجتين بتختلف لازم الحاجة التانية إن احنا بنقدر نصنع للواحد الشخص اللي هو عايزه ساي مثلا هافترض أنه حد عجبه أباجورة متل معمولة بشكل معين لونها سيلفر والبيت عنده محتاج حاجة جولد ومحتاج حاجة سكيل تاني فبعمل له الديزاين خلاص أنا عرفت اتجاهه الحاجة اللي معروضة ساعدتني إنه يختار يقول ده الاتجاه بتاعي بعمله الديزاين بتاعه والحاجة اللي بتتعامل لكلينت ما بتتاريتش تاني بيبقى دايما هي وان بيس عند الكلاينت ده معمولة له ما بتتتراش تاني ده بتقفردني عميل طلب نفس الشكل بعمله حاجة انسبارد بالشكل ده نفس الروح بس فيها شوية اختلافات وبعرضها عليه الأول مرسومة ومعمولة فوتوشوب لكن هو مبدأ هو ده مبدأ وده اللي مخلي إنه العملة بتوعنا ساتسفايد فيه كتير بيبقى مش مهم الحاجة اللي ياخدها كبيرة ولا صغيرة غالية ولا رخيصة بس عايز يحس إنه عنده حاجة مميزة مش موجودة عنده حادتين صح مصبوط فده الاتجاه بتاع المكان بتاعنا وده هيخلينا نبقى عايزين طبعا نشوف الشغل بتاعك وبقى بجزء منه حاصري كده قدرنا ناخد شوية صور قبل ما تروح لأولا هنشوف مع بعض الصور هتتعرض معنا تنزل معنا على الشاشة ونبتدي بقى نعلق عليها شوف مع بعض كده أول صورة دي لوحة أكراليك بينت اللي فنانة من اللي بيشتغلوا معنا وكانت معمولة لكلاينت عايز حاجة ألترا مودل وعايز فيها جريهات وحاجة بتلاقي الجريهات دي مش منتشرة في التابلوهات عموما وعايزها الستايل ده من الفن وتعمل دي لوحة كبيرة ارتفاحها متر عشرة ومن أسف عرضها متر عشرة وارتفاحها تمانين سنتي والحمد لله كانت مميزة نشوف الصورة اللي بعدها دي متل أرت أنا بحاول أدخل المتل أرت مصر لأن أنا شفته كتير قوي برا مصر المعدن المعدن إنه يتشكل يديني شكل وأقدر أخلي فيه فيتشر تاني يعني ده نفس رسمة الحصان متعلقة في مكانين إيه ده يعني الحصان دي مش رسمة أو صورة زيتية ده معدن متفرغ ووراء خلفية خشب متلونة بألوان زيتية تدي إحساس بألوان جسم الحصان وفيها إداءة في اللقطة الأولانية هي محتوطة في دهر سرير ومتنورة وفي اللقطة التانية متعلقة فوق كونسول أوتدور الكونسول ده شغلنا برضو والأفاجورة كونسول الخشب يدل عليه الفوضة مزبوط كده والورقة الشجر الفضي دي دي أفاجورة أوتدور برضو من شغلنا على قعدة رخام سوائل هو مطفي شكله حلو من وجهة نظري طبعا هو منور شكله حلو الصورة دي مش كاملة شوية هي دي كونسول اسود والرجلين بتاعته كلها متل دهبي وده أنا بدخل الخشب مع المتل في باب دي لوحة متل أرت شجر برضو واللوحة دي ممكن أسبتها على حيطة وممكن أسبتها على باب حبيت أجيب الصورة دي لأنه الكلاينت اللي طلبها مننا عجبته فكرة تثبيتها على باب قال لي ساعات الباب ما بيبقاش فيك قوي صح فهلا واللوحة في ظهر الباب مدياله اتجاه حالي طب يعني هي مفرغة ومحتوطة على الباب صح؟ الأسود ده ده الباب وهي متقطعة كلها ومتلونة بالدهبي والفضي طب ده مش بيعملها بروزة أو حاجة لو في أطفال هي تخانيتها 2 ملي يعني ما أسود أقول ما لهاش أطراف ممكن تعاور لا لا خالص معمول لها مبرودة ومتزبطة بحيث أنها تحيث إنها كأنها ملزوقة على الباب ده شورة لبعدها ده نجفة إحنا مصمّ منها بالكريستال تنفع مودرن وتنفع كونتنبرري اللي هو لا مودرن ولا ستيل يعني في ناس كتير قوي بتطلب الكلام ده صح والاتنين دول شماعدنات خشب طبيعي اللي هو غشيم شجر يعني معمولين أو الدور بيتثبت عليهم شمعة أو يتركب لهم لمبة في النهاية بتاعي الوود بقى طالع دلوقتي مودة جيدة ده بنحاول نعرض فكرة إن احنا الميكس بس برضو الصورة مجدودة شوية بنحاول نعمل ميكس ما بين الميتل آرت والميكسينج ميدي آرت اللوحة الأولانية الوش الأفريقي ده متل ده معدن خلي بالك اللي تجاه بتاع الحاجات الأفريقي بقت طالع برضو مودة قوي إرريشة بالضبط كده عندنا عاملينها في أكتر من حاجة بالضبط الوش الأفريقي ده وش معدن متفرق واللوحة اللي جنبه دي لوحة خشب بتلون عليها بالأكراليك معمول عليها ورق دهب ومتثبت عليها وش ذبرة معدن برضو أحسن الحاجات دي أنا بشوفها سكوليت فنون جميلة مشاريع التخرج بتاعة الأطمال ماما جمال بصراحة بيعملوا حاجات جميلة فإحنا خلطين ما بين الصورتين لأنه برضو بنبقى عايزين نوري إن العميل ممكن تتحطي هنا ممكن تتحطي هنا هنا دي لوحة متل لأسد وبرضو اللوحة دي مضيئة واللوحة دي الدهام بتاعة روستيك عشان تنفع على بيت ستيل أو كنتمبراري وعملين لها ستنج في مكانين ستنج في ليفنج روم كنتمبراري يعني لا ستيل ولا مودر والستنج التاني على كاونتر ألترا مودر ينفع نفس البيس تقدري تحطيها مش كل البيس نقدر نعمل فيها كده بس القطع دي ينفع نعمل لها ستنج لتو ديفرنت اتجاهين مختلفين من الديكاري احنا طبعا شايفين أرقام التواصل معنا على الشاشة والفيسبوك لو حد حبيب يتواصل مع ألمنت هيقدر يلاقي وسائل التواصل برضو دول لوحتين واحدة الوش الأفريقي ده بسكار الحلقة بتاعها ده بارس دمريات حقيق واللوحة اللي جنبها دي لوحة بسيطة عشان احنا عندنا قطعة بسيطة دي برينتد على كانفس بس شغالين عليها بألوان أكرالك عشان بحاول أعمل عندي كل المستويات بكل الأسعار اللي هايز بيته يبقى جميل هيلاقي حاجة بالضبط مش شرط أننا أخطي فيات يعني عندي حاجات كلاس اي لا ممكن كلاس بي وعندي حاجات كلاس بي بالضبط كده نشوف السورة كده اللي بعدها اللوحة دي عاملينها للمكاتب طب ممكن آه يعني بس عشان اللوحة كده احنا عايزين نارد اللوحة نفسها خلاص كده هي عموما هي اللوحة برينتد على ماتل بس تخدمها للمكاتب علشان أقدر أحط عليها ماجنيتس أقدر أحط ستيكي نوتس عليها وفي نفس الوقت تبقى تبلوء قدام المكتب يعني اللوحة نفسها مغناطسية ممكن أحط عليها ستيكي نوتس وهي في نفس الوقت هي لوحة كالورفل علشان تعتقد أن اللوحة بالجمال ده من فاش حط عليها حاجة يعني تقدر تفيت معايا الاستخدامين فيه ناس بتبقى عايزة المكان اللي حط عليه النوتس بتاعت ويبقى شكله حالما بقاش ببسط على لوحة قض لون سادح تتماجنة ملهاش ملامحي يعني فدي عاملينها تفيت الغرض ده هي مهندسة مرفت منطلعة حاجات رائيئة جدا لشخصية رائية الحاجات فعلا مبهرة وأنا عجبني جدا فكرة أنت حاولت تحولي الفراخ لحاجة حاجة تريح العين وتطلع الفن الجوي والحاجة المناسبة على حيط المناسبة بتطلع مظبوطة بغض النظر عن حجمها أو سعرها المهم أن يوصل للعميل للحاجة المناسبة ويحطها في المكان المناسب وإحنا بنقدم له السيرفز ده وبنساعده فيه فور فري لحد ما يختاره وعايزين عايزة حضرتك تقول لنا آخر حاجة ممكن نختم بها في فقرتنا تحبي تنصحي بيها المشاهدين يعني أحب أنصح كل الناس أنه يحاول يجمل المكان اللي هو فيه لأن لما أراضي عن المكان اللي أنا فيه أي أن كان نوع الجمال أو الليفل بتاعه عشان ما بقاش بوجه الألمنت يعني الإنسان بيبقى منتج أكتر بيبقى معنوياته أعلى وبيبقى الـ self-confidence بتاعه أعلى يعني ما بصش بس أن أنا يعني أنا دفعت كل الفلوس اللي معي في الفرنيتشر وفي التوضيب لأ ممكن حاجات بسيطة كده بسيطة تجمل المكان ويحس أنه ستشفيد ومبسوط بالزبط كده صح بالزبط كده أنا بذكر حضرتك جدا 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 على اللقاء الممتعة ده شكرا لك ونخرج مع بعض فاصل اشتركوا في القناة